اهلا ومرحبا بكم احباء متابعي قناة حكايات ونواتر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قديم الزمان في قرية صغيرة كان يعيش مزارع فقير اسمه صوبر وزوجته أزهور وابنهما محمود هذه العائلة لم تكن تختلف كثيرا عن غيرها من العائلات الفقيرة الا فيما كان محمود يتناوله من طعوم ذلك انه كان يحب البيض كثيرا ويأكل منه في الصباح وفي المساء وما بينهما كان يأكل البيض مسلوقا ومخلوطا ومقليا ومشويا كما شاع انه يأكله نيئا ايضا مع ان احدا لم يره فعلا يفعل ذلك كان محمود يأكل بيض الدجاج وبيض البط لكن نوعه المفضل كان بيض الاوز على ان بيض الاوز كان غاليا جدا وطيور الاوز الوحيدة في القرية كانت تملكها جارة غنية اسمها نسيمة كان في مزرعة نسيمة دجاج وبط ووز وأبقار بل كان فيها جرار كثيرا ما كان صوبر وأزهار يصدعان الى منزل نسيمة ومزرعتها ويقولان ما اجمل ان يكون لنا مثل هذه الملابس وهذه الجوحر لكنهم كان يعلمان ان ذلك غير ممكن فيتنهدان ويعودان الى عملهما ظل صوبر وأزهار يعملان ليل ونهار ليوفر لمحمود ما يكفيه من بيض اشتري لأجل ذلك دجاجة لكن بيض تلك الدجاجة كان صغيرا ولم تكن تضع إلا بيضة واحدة كل ثلاثة أيام لذا كان على الوالدين أن يواصل العمل في الحقل بجد ليوفر لابنهما طعامه المفضل في أحد الأيام كان صوبر وأزهار يعملان في الحقل أطلت من بعيد سيدة عجوز تحمل في يدها سلة كانت سيدة نحيلة داكنة البشرة وكانت تدندن بأغنية غريبة لم يسمعها صوبر ولا أزهار من قبل ومن سلتها سمع صوت خفق أجنحة وصوت بقبق اقتربت العجوز من صوبر وأزهار وقالت بصوت طروب أتشتريين مني وزة؟ قال صوبر لا قدرة لنا على شراء وزة قالت العجوز وزة ثمينة تبيض كل يوم بيضة ثمينة تذكرت أزهار دجاجتها التي تبيض بيضة صغيرة كل ثلاثة أيام فأسرعت تقول بيضة في اليوم؟ هل ثمنها غال؟ فكر صوبر وأزهار في الأمر قليلا ثم يقرر شراء الأوزة بمال كان قد ادخراه لأيام الشتاء وعادت العجوز من حيث أتت وهي تردد أغنيتها الغريبة في ذلك اليوم وضعت الوزة بيضة كهنت بيضة غريبة الهيئة صفراء براقة قالت أزهار البيضة بيضة على الأقل لأنها كبيرة وتكفي لإعداد طبق كبير من العجة قرعت أزهار البيضة بملعقة فلم تنكسر خبطتها بقوة مرات ثم ضربتها بالطاولة بقوة فلم تنكسر أيضا جاء صوبر على صوت القرع والضرب ومسك البيضة وخبطها بالأرض بقوة لم تنكسر البيضة أيضا أمسك البيضة غاضبا رميها في الحقل إلا أنه في هذه اللحظة سمع صوت ابنه محمود يردد أغنية العجوز البعض سهل خفقه والبعض صلب من ذهب تأكل ما يتأكله وصلبه عز الطلب أدرك صوبر أن الأغنية تشير إلى البيضة التي بين يديه نظر إليها متأملا لا شك أنها تتألق مثل الذهب جرى راقضا إلى دكان الصائغ وأخبره بقصة الوزة ووضع البيضة الذهبية أمامه تفحص الصائغ البيضة وقال هذه بيضة من الذهب الخرص دفع الصائغ مبلغا كبيرا من المال ثمنا لها في ذلك اليوم أقام صوبر وأزهور وليمة واشتري ملابسا جديدة ومجوهرات وفي اليوم التالي وضعت الوزة بيضة ذهبية أيضا ثم بيضة أخرى في اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده وفي كل يوم صوبر يحمل البيضة إلى الصائغ ويبيعها إليه وكان الصائغ سعيدا جدا بمورد يومي من البيضة الذهبية بعد وقت قصير كان لدى صوبر العديد من الوزة والدجاج ونصف دستة من الأبقار وجرار وكان ينويان أن يبني منزلا كبيرا يفوق منزل نسيم فخامة وحجما واتفق على أن يدعو في المستقبل جارتهما لترى بنفسها أنه أكبر وأجمل من منزلها ذات يوم قال لهما الصائغ إن أميرة شابة سوف تتزوج قريبا وسيقوم في هذه المناسبة حفل عظيم وأن الأميرة تريد أن تزين ثوب زفافها بعشرين بيضة ذهب إن كانت الوزة تضع بيضة ذهبية في اليوم تخيل العدد الهائلي من البيض التي تحملها في بطنها ما الذي يجعلك تنتظر يوما كاملا لتحصل على بيضة واحدة فقط لما لا تحصل على كل البيض دفعة واحدة فكر صابر في كلام الصائغ وقال لزوجته أنه لم يعد يطيق الانتظار وأنه يريد الحصول على ما في بطن الأوزة دفعة واحدة في ذلك المساء أحضر صابر وزوجته الأوزة وذبحوها بالفعل فتح بطن الأوزة ولكن لم يكن في بطنها بيضة راحت أزهار تبكي وراح صابر يتحصر ماذا فعلنا قتلنا الوزة التي تبيض ذهبا لم يحصل أبدا على وزة كتلك من جديد لكنهما تعلم أن يكون قانعين بما عندهما وكبر ابنهما محمود وصار مزارعا نشيطا وتمكن بفعل نشاطه من توسيع أرضه واقتنى الكثير من الدجاج والأبقار والأوز وصار لديه جرار وعاش سعيدا مع والديه بالعمل والاجتهاد والقنعة سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر